السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح حل مشكلة عدم عمل تطبيق الاعدادات في الوندوز 10 فلا تنسوا ندعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تروحون على قائمة إبداة تضغطون عليها ومن هنا تروحون على أيقونة الاعدادات تضغطون كليك يمين وبعد كي تضغطون مور ومن هنا تضغطون أب سيتنج فرح تفتح معاكم هذه الواجهة من هنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون عندكم خيار ريسيت تضغطون على هذه الايقونة وبعد كي تضغطون ريسيت مرة ثانية كده الشباب بيكون حلت عندكم مشكلة ولكن إذا باقي المشكلة موجودة تروحون على أيقونة البحث هذه ومن هنا تكتبون CMD ومن هنا تضغطون كليك يمين وبعدين تضغطون على أول خيار اللي هو تشغيل كمسؤول وتضغطون يس فرح تفتح عندكم هذه الواجهة كل عليكم تسوونها تنسخون هذا الأمر وبعد كي تلسقونه هنا بهذه الطريقة وتضغطون Enter فهنا عندنا الآن النظام رح يبحث عن الملفات التالفة ويصلحها فهتنتظرون لما يصير مئة بالمئة فكده الشباب لو تلاحظون انتهى معنا الفحص وطلع عندنا ملفات تالفة بالنظام وتم إصلاحها بنجاح ولكن يطلع عندكم هذا الكلام يعني الملفات ما تم إصلاحها أو السيستم ما قدر يصلح الملفات هذه فإذا طلع معكم هذا الكلام كل عليكم تسوونها تروحون وتنسخون هذا الملف الثاني أو الكود هذا وبعد كده تلسقونه هنا بشكل مباشر ورح يتم إصلاح الملفات ولكن إذا طلع لكم نفس الكلام اللي طلع لي فما يحتاج تسوون هذا الخطوة وكده تم إصلاح النظام بالكامل فكل عليكم تسوونها تقفلون هذا الخيار وتعيدون تشغيل النظام رح يضبط معاكم زر الإعدادات فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللاعك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة